ارتفع معدل البطالة في المملكة خلال الربع الأول من العام الحالي ما يزيد عن واحد ونصف نقطة مئوية مقارنة بذات الفترة من العام الماضي تقرير دائرة الإحصاءات العامة أظهر أن معدل البطالة بلغ 13% في الربع الأول من عام 2015 ثم سجل تراجعا في الربع الثاني إلى 11.9% ليعاود الارتفاع في الربع الثالث إلى 13.8% ليسجل انخفاضا بسيطا في الربع الأخير ليبلغ 13.6% في حين سجل ارتفاعا ملحوظا في الربع الأول من عام 2016 ليبلغ 14.6% أما توزيع معدل البطالة حسب أجنس يظهر التقرير ارتفاعه للإناث في الربع الأول من عام 2016 وبلغ 23.76% والذكور بلغ 12.7% أما أبرز مؤشرات البطالة في الربع الأول من العام الحالي ارتفع المعدل بين حملة الشهادات الجامعية وبلغ 22.2% مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى و59% من المتعطلين من حملة الشهادة الثانوية فأعلى 49.1% من المتعطلين أقل من الثانوي وأن نسبة المتعطلين الذكور من حملة البكالوريوس فأعلى 22.2% مقابل 76.7% للإناث وسجل أعلى معدل في الفئة العمرية ما بين 15 و19 سنة فقد بلغ 42.6% والفئة من 20 إلى 24 سنة فبلغ 33% في حين سجل أعلى معدل في إربد وبلغ 18.5% وأدنى معدل بالعاصمة بنسبة 11% ترجمة نانسي قنقر